لكن خلينا نشوفوا ما يحدث أيضاً في الاحتجاجات وهذه احتجاجات كانت أمس هذه في المنيعة طبعاً أول أمس كنا شفنا يوم الأحد وهذه كانت أمس وهذه تقرد ونشوفوا في الحالة هارية كيما هكما مشوصل الميزاج مشينا معاكم بالسلمية والو كلش ما كاين والو لا ترمية لا سكلة عمل حد شي كل كذب في كذب وهذه الشروط تعجزية هذه يديروها غير علات القرد ونقلة وانتع الجانوب كيفاء هذه 35 سنة ما يبوتهاش تتكبروا في البطالة وتمرمدوا كيلا حق 35 سنة دلوا قالبها وشي يا هذي ولا مونيبري نورما مو واحد فقراش المدرسة كوم بلي يقدمها من خدمة مونيبري علاتي شرطالية دادة تنوينا ها أطبل عيد ساحكم الكذب هذا مش تخدم أولادكم هذا مش تطيروا فرصة تخدم أولادكم يا صراح هنا ورقلة ووفاة أحد الشباب وجرح خوه بجروح خطيرة بعد ما تعرضوا للتعنيف وهذا الشاب كان أصلا حصلت له أزمة قلبية وكانوا دينوا المستشفى لكن تعرضوا للتعنيف من طرف ما يسمى بالشرطة اللي أصبحت قوات قمعية من طرف بتعليمات واضحة من كبار المسؤولين انتحا سمع البقار بلك ضربه وبعصر مالاش عافية قد يتوسرات طبعا ارسلو لهم القوات القمعية توجهت الى مدن مثل ورقلا ومثل توقرت ومثل منيعة هذه صورة من هذه القوات القمعية رتل طويل عشرات سيارات انتع قوات القمع انتع الدرك طبعا كانوا ارسلو ايضا قوات شرطة قبل ذلك ومتوجهة لقمع ولضرب الناس وما يسموهما بقمع الشغاب اللي هما في الغالب شفنا قبل يومين كيفاش انهم كانوا ناس لابسين لنيفورم كانوا ناس لابسين البدلة الرسمية على اساس انهم بوليس وكانوا هما يحرقوا في البنوات ويرموا فيها على شوارع وعلى الازقة عن الناس بينما درجة الحرارة رهي لا تقل عن خمسين درجة هذه الايام هي في الحقيقة حتى في الشمال ودرجة الحرارة رهي تجاوز الاربعين درجة في كثير من المدن الشمالية احيانا وصلت الى اربعة وربعين خمسة وربعين في بعض المدن مثل الشلف وما جاورها ولكن في الجنوب رهي الدور في الخمسين واحيانا تقترب من الستين بل تتجاوز الستين وما استغربوهاش طبيعة الحال العصابة حتى في قضية احوال الجوية تكذب لان هناك قوانين دولية تفرض مجموعة من الشروط لما توصل درجة الحرارة الى حد معين وفي الغالب ان الناس تتوقف على العمل يعني في الغالب الناس ما تقدرش تروح تشتغل لكن هما يعلنوش على درجات الحرارة الحقيقية خاصة في الجنوب باش ما ينفذوش تلك الاتفاقيات اللي هما موقعين عليها وهما وضعينها في قوانين العمل في كثير من تشريعات قوانين موسودة لكن يتحايلوا عليها ولذلك كانت الناس بكري تقول باللي في تلفزيون الجزائري ما كانش ما كانش الا الاحوال الجوية اللي ربما صحيح والاذان الان ربما الاذان فقط هذا اذا ما تلعبوش فيه مع الايام لان حتى الاحوال الجوية منذ سنوات يكذبون ويكذبون بشكل رهيب درجات الحرارة في كثير من المدن مثل عين صالح اللي تعتبر واحدة من اسخن المناطق في العالم ومرات كانت فيها مرت فيها درجات الحرارة هي الاسخن في العالم عين صالح ادرار بشار ورقلة المنيعة تقرة جامعة الواد اتذكر جيدا انا كنت ندير تراجي ندير المسافة ما بين طرابلوس ولغواط واحيانا طرابلوس والعاصمة يلي كنفوت على لغواط معنا نفوت على الواد واتسوف عس تتعصبح انت تمشي واتحس وكأن الشال يمو يمشي مورك في كثير من المرات طبعا كانت عندي سيارة تولي درجة الحرارة عس تتعصبح 42 درجة 44 درجة ستتعصبح فالغالب انا كنت نمشي بالليل باش يكون الجو اخف راني نتكلم على شهور مثل اجوان جوي اوت وسيبتمبر المرات اللي مشيت فيها فلنا نمشي بالليل باش نسافر 1500 كم ما بين طرابلوس والاغواط رح نشوف والدية هناك كان درجة حرارة عس تتعصبح في الواد او في تقرة اللي كنت نمر عليها ايضا او في القرارة او في بريال ستة سبعة ثمانية نتعصبح درجة الحرارة راهي فوق الاربعين وأتذكر جيدا انه في كثير من المرات كنت تصل لمناطق مثل القرارة او بريان او كانت خمسين اتنين وخمسين اربعة وخمسين درجة هذه قبل سنوات هذه قبل ان نتكلم على قبل ربع قرن طبعا الحرارة زادت عالميا زادت الحرارة نتيجة الاختلالات اللي تعرف بالكلايمت شانج والاختلالات اللي واقع على زيد لها خمسة وعشرين سنة مضت انت عرداء رهيبة وانتع فشل رهيب لان اقتربهم 26 سنة من خلال هذا الشهادة التاعي شخصية طبعا بعض الورقلات وجهوا الى العاصمة وكانوا بشي قدموا احتجاج مقر المديرية العامة للتشغيل بالجزائر العاصمة وشوفوا المنع انتاحهم مباشا . . . . العساسي قل لهم عندي تعليمات بالمنع المطرق والحقيقة أن أخوانكم وأهلكم في الصحراء في الجنوب وهنا أتحدث طبعاً للجزائريين جميعاً في الداخل وفي الخارج المعاناة انتاحهم رهيبة الجزائر كلها تعاني أنا أعرف أن حتى اللي يسكن في الحراش أو في باب الواد أو في بجراح أو في سيدي سالم أو في المدينة الجديدة في وهران أو في القصبة في قسمطينة أو في عنابة أو في أي مكان أنا أعرف أن المعاناة رهيبة جداً بل أن الناس اللي يقالونه عن المدينة الذكية والمدينة منيش عارف سيدي عبد الله الناس معاناة رهيبة هناك هذه مدينة على أساس مدينة جديدة وصرفوا عليها ملايير دولارات ونهب رهيب لها الناس ما عندهمش الماء الناس يمر الأسبوع والعشرة أيام ما عندهمش الماء في ما يسمى بمدينة وهذه في ضواحي العاصمة أما في الجنوب فما تخدرش ستصوروا الأحوال تعالي الناس هناك خارج التاريخ ولذلك توجهه كثير من الناس هناك حتى الحرقة بالنسبة إليه باش يحرق لازم له يقطع إذا كان في ورقلة باش يوصل الوهران رهي قد تقريباً تقريباً ألف كيلومتر أو باش يوصل لعنابة طبعاً إذا كان فيه تامر راستر عنده ألفين كيلومتر أكثر من ألفين كيلومتر باش يوصل إلى عنابة أو إلى وهران مثلاً بالنسبة ليهم اللي يفكر في الحرقة أصلاً اللي هي في حد ذاتها مشروع فيه مخاطر وهو الجزائرين يصلون بالمئات الأسبوع اللي فات وصلوا أكثر من ألف في أربعة أيام إلى إسبانيا وحدها أما طبعاً بشارتة من رأس تعين صالح أدرار ورقلة اللي منعها هذا المدن جحيم غرداية لقرارة تقرط جحيم جحيم ظلم وحقرة والشركات في بيترولية تشتغل هناك لكن الناس حتى كما كنا نسمعوا فيه باش يخدم مونيفري باش يخدم عامل مساعدة عامل بناء مونيفري يعني كما نقولها بالدرجة قال لك لازم يكون عنده الثالثة ثانوي طيب إحنا عارفين أن تسرب المدرسي اللي ما يوصلوش للتروازيان أو يصلوا للتروازيان ويحبسوا راح أكثر من ثلاثين بالمية واللي يوصلوا للترمينال ويحبسوا أكثر من ستين بالمية كل الشروط اللي دروها هي شروط تعجيزية شركات المناولة هذه هي شركات إجرامية شركات التوظيف والمناولة شركات إجرامية شركات انتع رشاوي شركات انتع نهب غير مسبوق وهي شركات لكبار عناصر العصابة مدنيين وعسكريين أغلب شركات المناولة وشركات التوظيف تابعة للجنرالات تابعة لوزراء بعض الوزراء رمسجنينهم والشركات تحتهم تشتغل لماذا؟ لأن في الغالب هذه الشركة اللي قاية فيها صحيح هي تابعة للوزير وأولاده لكن معهم عقيد تعمل خابرات معهم جنرال انتع منيش عارف قوات برية معهم جنرال تح قوات خاصة تبقى الشركة تشتغل حتى ولو يسجن الوزير أو الجنرال لكن تبقى الشركة تشتغل شركات المناولة هذه وشركات التشغيل يجب وقفها نهائيا والشباب على حق والحقيقة أن كثير منهم أصبحوا يرفضون تماما الحديث معهم هذه شركات انت عبودية هذه شركات لم تعود شركات إنما أصبحت فيها العبودية في أقصى درجاتها والرشوة في أقصى درجاتها ونهب أموال الشعب كثير من هذه الشركات وبشهادات من أعرف بعضهم أو من تواصلوا معي أو من رسلوني يقول لك يخلص عليها 30 مليون يعطني 5 ملايين يخلص عليها 25 مليون يعطني 5 ملايين يخلص عليها 32 مليون يعطني 6 ملايين طبعا هذو المحظوظين كثيرين يأخذوا 3 ملايين يخلص عليهم 20 مليون يأخذوا 3 ملايين أي أن أكثر من وقت الخماسة أيام الاستعمار وقت الاستعمار كان الجزائري يخدم بالخمس في الفلاح الكولون يدي أربع خماس والجزائري يدي الخمس الآن أصبحنا أكثر من هذا الزمان بين جزائريين وجزائريين لماذا؟ الفرق فقط أن الأخرين عنده جنرال وعنده عقيد وعنده وزير وعنده سافير وعنده بروكيرار جنرال وعندهم سيطروا على البلاد قوة احتلال بالقوة ولذلك الناس خرجت وخلاص شبعت من الوعود ومن الأكاديب القضية هذه في ورقلة وفي المنيعة وفي غردايا وفي بشار وفي أدرار ليست جديدة راهي من 2002 أو 2003 والأمور تتفجر كل فترة وكثيرين سجنوهم وقمعوهم وكان أحيانا وين وصلوا إلى القتل مثل 2014 في ورقلة على سبيل المثال كما أعجبني إخواننا في المنيعة اللي خرجوا قالوا سلمية سلمية ما طالبنا شرعية نعم إخواني السلمية ثم السلمية ثم السلمية وأسمحوا لي هنا أنا فتح قوس لأني تابعت بعض التعليقات وشفت بعض الشباب وشفت حتى بعض الحركيين وجزائريين سواء كانوا حركيين أو غير حركيين وين بدأت الناس يقول لك سلمية ما جابت والو إذا السلمية ما جابت والو تأكد أن العنف يجيب الدماء إلى السلمية ما جابت والو تأكد بأن العنف يجيب الدمار يجيب الدموع والدماء والدمار والخراب العالم وأقول هنا لإخواني اللي من 30 سنة والتحت اللي مع شوش التسعينات راه العصابة تدفع إلى العنف وتدفع إلى الشغب راه هم يريدون تحويل الحراك إلى شغب راه هم يخنقوا في الحراك ويقتلوا فيه باش يستبدلوه بالشغب باش يستبدلوه بالناس الغاضبة وأنا أتفهم الناس الغاضبة لكني أعترض أعترض على قطع الطرقات بالنيران وأعترض على ربما حرق البلديات أو الضوائر أو البنوك أعترض أنا أتفهم غضب الناس وأعتقد أن كل العقلاء يتفهمون غضب إخواننا في الصحراء الجزائرين عموما ولكن في الجنوب خصوصا الناس هناك تجوع كي نقولوا تجوع ماهوش يعني كي الناس لي ما يكون ثلاثة يام ربع أيام يعني يأكلوا الخبز والحليب المحظوظين وكي الخبز والماء كي الناس لا تجي تبشر دواء الناس تمشي ببلغات وشنغلات واللي انتع ما قبل التاريخ الناس أحيانا أطفال صغار موش يقين حتى بش لبسهم صبات أو بليغة حتى يمشوا بالحفاق وصلت الناس إلى أنه مش قادرة تدفع للإيجار ولا الكهرباء اللي يجنحوها لما يقطعوا عليهم تري سيتي في درجات حرارة مرة تفوت خمسين درجة يقطعوا عليهم تري سيتي معناها إذا كان عنده فريج دار يدر له الماء البارد يروح للماء لأن الناس عجزت وزات زات الكورونا وإدارتهم الإجرامية خربت كل شيء لكن هذا في الحقيقة كان تراكم مفهوم وكان يجب أن نصل إلى هذه الحالة لأن الكبار المسؤولين مولات رؤساء دوائر رؤساء بلديات الكوميسار لشيف دي جروب مونت عدرك الكبار العسكر هنا كل على استثناءات قليلة جدا رديئين وفاشلين ومجرمين وانتع شهوات وانتع فساد فقط إذا أوكل الأمر إلى غير أهله أنتظر الساعة ساعة ذلك البلد تلك المنطقة راهي البلاد المناصب أوكلت إلى غير أهلها أسنية إلى غير أهلها كل الكفاءات كل القدرات كل الناس اللي عندهم أخلاق وعندهم ضمير وعندهم مهنية وعندهم كفاءة على استثناءات قليلة البقياء يبعدون كثير من الناس ماتوا بالقنطة وماتوا بالأمراض وهو في الأربعينات أو في الخمسينات أو حتى في بداية الستينات لأنهم طردوهم وعطوهم مناصبهم للمجرمين للمفسدين والمفسدات ولذلك احتجاجات إخواننا ومظاهراتهم في الجنوب يجب أن يدعمها الجميع ويقف معهم الجميع لأن هذه قضية وحدة وطنية وإذا كانت الناس مش قادرة تروح الورقلة باش تتظاهر معاهم أو المنيعة أو تقرت أو جامعة أو حسيم سعود أو أدرار أو بشار أو الواد فليكن تضامن بالفيديوهات في الفيسبوك في اليوتيوب في التويتر في الإنستغرام في أي مكان ولتكن كلمات دعم ومساندة إخواني لأن دعمكم ومساندكم يرفع من معنوياتهم ويشعرهم بأنهم كجزائريين يتلقاوا التضامن الحقيقي في الداخل وفي الخارج من الجزائريين الداخل والخارج إخوانكم ونحن في حالات حرجة كثير منهم توجهوا لحشيش تلقاه يسرق دراهم تعموه ولا تعباباه وأحيانا يتضرب معاهم باش يدير خمسين ألف أو المئتين ألف أو المليون باش يشري الحشيش ويشري الأدرو ويشري الحبوب باش يغيب باش يهرب من هذا العالم وكي الناس اللي غابوا نهائيا وصيبوا بالجنون الأمراض النفسية والجنون رح يتنتشر في الجزائر بشكل رهيب وطبعا كلما كانت الأوضاع أكثر سوءا وأكثر قهرا كلما زادت هذه الأمراض والعنف رح ينتشر بشكل رهيب العنف الأسري العنف في الشوارع العنف في الطريق العنف على الأحجار اللي يطور مع القطارات اللي يطور مع السيارات العنف في البيوت شفنا حالات كثيرة وين هذا الرجال اللي قتلوا نسائهم يقتل بنته أو يقتل زوجته أو يقتل نتيجة لأسباب كثيرة ضغوطات رهيبة يتعرض على المجتمع طبعا هذا مش تبرير لكن محاولة تفسير هذا العنف اللي راه الآن يتوسع في البلاد بين الجيران بين الأسرة الواحدة بين الأشقاء بين الابن والديه بين الناس بين في الشوارع في الطريق الناس أصبحت قنابل متفجرة في هذه الأوضاع التضامن والتعاون والإنسان يثبت عقله والناس ما تخضبش بسرعة هذا كله ضروريات الحياة اليوم بهذه الطريقة رأينا نتجه إلى عنف رهيب وربما انفجار لم يسبق له مثيل العصابة هذه رأي ما يهمهاش رأي عايشة في عالم آخر على الجزائر يتعاون ويتضامن في كل مكان وعندما تنتشر هذه الاحتجاجات تقفون مع إخوانكم واتدافوا عليهم وتناصروهم ومكلا هذه كلمة بوصبع الأزرق وكذا ليس صحيح القول من أن سكان الصحراء يروحوا لانتخذ ليس صحيح هذه الصورة تقدمها لك تلفزيون تشفتها في تلفزيون أو شفتها في الجماعة اللي يبعثونهم ويعطوهم دراهم ويقولوا خرج قول قايت صالح ويقول فلان نعم كاينين البعض اللي يخضعوا لكن هذه في الجزائر كلها هذه في الجزائر كلها على استثناءات قليلة اللي يخضعوا ربما في هنا أو هناك بخطاب كاذب منتع القايت صالح ومنتع النوفمبرية والبديسية اللي بالمناسبة أتركوا نشوفوا اليوم واحدة من المعارك الكبرى ما بين الجنرال فعل هذا الموضوع وهذه كلمة بوصبع الأزرق لازم ناس توقف عليها لأنه هو اتهام في الغالب تجد مدينة مثل الجلفة مونكي 80% ضد النظام واثنين أو ثلاثة بالمئة تبرزهم القنوات وتبرزهم الجهات ويبان وكأنه وحتى اللي غلط أو خدع أو كان يستنى لأنه كان يريد حل واعتقد أن تبون أو قبلوا القايت صالح أو يجيبوا له حل الناس رايتشوف الآن والانتخابات اللي كان عنده شك هاي الانتخابات انتعها مش قالت يعترفوا الآن أنها 5.20% فقط الأصوات التي تم التعبير عنها فقط 5.20% يعني 94.80% لم تنتخب بشكل أو بآخر قاطعت مطلقا وهذا 73% أو 77% أو أوراق بيضاء وهذا أكثر من 4% أو أصوات ألغية ولم يعبر عنها وهذا وصل إلى 14% تقريبا إذن من 19% اللي قالوا بالليين تخبوا راهوا فقط 5.20% الصافي وشفنا أن أكبر حزب انتاعهم عزب التخريب جمال التحرير اللي أصبحت تخريب في أيدي هؤلاء المجرمين جايب فاصل 1.17% وحزب المنافقين لقيتهم منافقة بالمفهوم السياسي على الأقل جاب 0.87% أقل من 1% وخرج المعتوه انتاحهم هذا يقول لهم هذه الحكومة لا تمثل أحد البرلمان هو اللي يمثله هو اللي يمثل اللي شاركت فيه ودرت له التهريج وأننا سننضي والتغيير وإلى آخره الآن لما أعطوكم الصفعات خرجتوا الآن تتكلموا على أن هذه الحكومة لا تمثل أحد يعني البرلمان هو اللي يمثل 5.20% اللي انت جبت فيه حزبك على أساس أكبر حزب إسلامي جاي فيه 0.87% الشعب صفعكم صفعات غير مسبوقة ومازال عندكم وجوه وتقابلوه تاكلوا معذيب وتبكوا مع الرعي سياسة باظين فيها منذ 30 سنة ومجر حبي توقفوا ومازال تستخدموا في الدين للكذب على الناس البساطاء أو المساكين اللي يشوفوا وكأنكم لكن الشعب أعطاكم ضربة كبيرة هذا الحزيب هذا جاب 200 ألف صوت من 24 مليون فاصل 5 ويتكلم مازال يتكلم أما بعض الأحزاب الأخرى ما جابتش حتى 10 ألف صوت ومازال يخرجوا يقول لك أنا رئيس حزب وأنا نقول السكتو دخلوا لبيوتكم وبكوا على جرائمكم وعلى ذنوبكم وعلى كوارثكم 30 سنة وأنتم تقدسوا وتشاركوا مع عدل الإصابات وفي سنوات طويلة كنتوا في الاعتلاف الرئاسي وآخرين كانوا في البرلمان و30 مليون والباسبور والأورو والزافير أخلاص غيبوا عن وجوه الناس اختفوا ما زلتوا تحلوا في فامكم وتتكلموا كأنها عندكم 20% أو 30% من أصوات الشعب يقول لهم خير فيكم ما وصلش 1% كيف في جرائد الرسمية أنت على الإصابة بالذات في الجريد الرسمية ولذلك نعود إخواننا بالنسبة لإخواني هذه الرسائل على السريع إخواننا في الجنوب وفي أي مكان في الجزائر السلمية ثم السلمية ثم السلمية السلمية لا تعني الجبن لا تعني التراجع لا تعني أنك لا تقومش لا السلمية تعني فقط لا تستخدمش العنف لا تحرقش البلدية أو أو الطرام أو دار التراب أو الكوميسارية لا تحرقهش والحمد لله لا تصلتش لذلك لكن حتى قطع الطرقات إخواني بدل ما تقطع الطرقات روح حاصر دار الوالي روح حاصر دار القال القائد العسكري في الشارع سلميا قلوا جايين سلميا أنتم عرباب البلاد رقم عرباب علينا نحن جايين باش توصلكم أصوات روحوا للديار حاصروها سلميا لكن قطع الطرقات وخاصة بالنيران هذا راي يضر كثير من الناس ويضر المستضعفين الظن باللي انتكي تضع النيران وتقطعه هو راح يتأثر هوا عندهم الكاتكات وعندهم الحراسات وعندهم وراكم تشوفوا لما يجي وزير من هذه المزارة يجيب معاه كتائي بتاع الدرك والشرطة والمخابرات ومنش عارف ورئيس البلدية مرات يجيب معاه كتيبة تاع درك أو تاع شرطة إذن الإسرار المقاومة الثبات الصمود الاحتجاجات الإضرابات كما قامت في عين البيضة اللي من هنا نحيي أهلها في ورقلة الناس قامت بإضراب هناك شامل نعم الإضرابات الاحتجاجات كان عشرات الطرق اللاعنفية السلمية اللي تخضع هذه العصابات أما الشغب فهما كما شفتوا البوليسية يشعلوا في النيرة هما هذه خدمتهم بالنسبة إليهم الشغب والعنف رأوا بغير مثل الدود اللي يحوس على الجيفة مثل الذباب والبعوض والدود اللي يحوس على الجيفة هذا وشي عارف يديروا العنف فقط هذا نظام تربع العنف بنية على العنف استخدم العنف مستمر بالعنف ولكن سيسقط بالسلمية بإذن الله لأن اللي يجربوا بالعنف التسعينات ساهموا في أن البلاد يعني يعطوا فرصة لكبار الجنرالات باش الدمار يكون هائل والنهب يكون هائل والسرقات يكون هائلة ظنوا أن هذا الطريق كثيرين منهم راجعوا نفسهم وعرفوا أن هذا ليس طريق والحمد لله يعرفوني الناس 26 سنة وانصرح طول عمري التزمت بالسلمية وسألتزم بها إلى آخر يوم ليس خوفا أو ضعفا أو هوانا أو جبنا إنما نعارف تاريخيا والناس اللي تعرف هذا الموضوع وهذا هو خط نظرنا في رشاد هو أن السلمية هي اللي تطيح بالعصابات هي أن السلمية هي اللي تجيب الحل لأن العنف هذا النظام أموالنا يدفع فيها للروس والمريكان والفرنسا والصين والتركيا والسبانيا والإيطاليا وكل يدعم فيه كل البلدان يعني لكن بلاك شفت وش صرافي هايتي أو سمعت وش صرافي هايتي كان تم اغتيال هايتي دولة صغيرة من جهة الكرايب من جهة كوبا وامريكا الشمال الجنوبية جزيرة صغيرة طبعا تعرضت للاحتلال الإجرامي الفرنسي ثانيهية وتم تدميرها من طرف الفرنسيس لفترة طويلة جدا قبل أسبوع كانت هناك مجموعات صراعات هما أيضا أجنحة فيها صراعات قتلوا رئيس جمهورية رئيس الدولة في خلافات ما بين الروس والأمريكان عن الموضوع أول أمس في مظاهرات في كوبا الأمريكيين خرجوا ويدعموا فيها بايدن خرج الرئيس الأمريكي شخصيا يدعم في المظاهرات في كوبا وخرجوا الروس يندوا بهذه المظاهرات ويطالبوا بالأمريكان ما يدخلوش في شؤون كوبا في كل العالم يختلف الروس والأمريكان والصين دول الغربية تختلف مع الصين دول الغربية تختلف مع روسيا إلا في الجزائر الدول الغربية والصين وروسيا وكلهم التفقيل لأن أموالنا تدفع لهم أعطوني دولة واحدة بعد ما يزيد الآن أو ما يقترب الآن من 30 شهر رنع على أبواب بعد شهر نقترب من 30 شهر من الحراك الحضاري السلم يعطوني دولة واحدة نددت باعتقالات الأحرار نددت باعتقالات الصحفيين نددت بالاحتجاجات والقمع بالقمع لتعرض له الناس نددت بالاختصاب لتعرض له الناس نددت بإرسال عشرات الألاف لقمع الناس في العاصمة أو في مدن أخرى ما فيش لأن أموالنا تدفع لهم بش يشربوا بها الذمم من تاحهم ولذلك ضروري ومهم جدا أن نلتزم بالسلمية وهي عبارة حقيقية هي باللا عنف بمعنى أنه تقاوم بكل الطرق فقط لا تستعمل السلاح لا سلاح أبيض ولا سلاح ناري ولا تستعمل السلاح درجة الحرارة في ورقلة لأيام اللي فات 55 درجة أنا فاهم لأن الناس تشعل النار تجلب الانتباه لكنها 55 درجة وانت تشعل النار تولي 65 درجة بعض الأحياء كانت فيها 65 درجة أو اقتربت منها الناس تموت اللي عنده انسيفيزانس في رينال ولا اللي عنده مشاكل لعتنفس ولا اللي عنده مشاكل الناس كالي تموت من الدخان ومن الحرارة ولذلك الثبات الصمود المواجهة المقاومة السلمية وما تعتوش فرصة لهذه العصابات اللي رهي متناحرة تناحر شديد ودرك نشوفوه مع بعض كإضافة يعني عندي سنوات وانا نكلمكم على صراع هذا المجرمين في سنوات مضت كنت كنت نتكلم على صراعاتهم وكذا يخرجوا الأبواق متاحهم أو حتى بعض الناس اللي كانوا مخدوعين يقول لك آه انت ظل تكلمنا على الجنيرالات هاكم تشوفوا فيهم الآن من 2018 وهي لا تتوقف معارك الجنيرالات السجون دخل هذا وخرج هذا ودخل هذا وخرج هذا وكالي يدخلهم تحت القبر وهاو الآن نقرأ لكم من جريدة ومن صحفية اللي هي تحت دياريس يعني تتلقى معلوماتها من مصادر دياريس مباشرة دياريس تحت توفيق اللي رجعت بقوة بالمناسبة يعني دارك نشوفو تتكلم على وجود 30 جنيرال طبعا ليس جديد عندنا قلت وانا عشرات المرات قالوا بعض اخوانا الاحرار تتكلموا عليه الناس لكن هذا اعتراف من عندهم هم 30 جنيرال اما العقاداء ولي كوموندون ولي تنون كولونيل بلا ما تحسب ولي كابيتاب ما تحسبش ليس هناك اليوم في العالم اجمع لو تجمع العالم اجمع لا يوجد عدد جنيرالات في العالم اجمع وضبار ربما اذا استثنين تركيا اللي تعرض رئيسي لمحاولة انقلاب في مثل هذه الايام بعد الثلاث ايام تحل الذكرى الخامسة اللي تعرض لمحاولة انقلاب وتركيا كلها عبارة عن انقلابات فقام باعتقالات شديدة لكبار الجنيرالات بالنسبة ليه كان رد فعلي اراه طبيعي هو والنظام التركي هناك يراه هذا فارد فعلي طبيعي بغض النظر خارج تركيا فان اكبر عدد ممكن اكبر عدد من الجنيرالات المسجوني هو في جزائر وربما حتى في تركيا العدد في الجزائر اكثر ولكن نجمع العالم اجمع خارج تركيا فان الجنيرالات اللي مسجوني في العالم اجمع ما يسووش عدد الجنيرالات في الجزائر لما بين مسجونين وما بين هاريبين وما بين دخلهم للقبر من يعبث بالجيش ويعبث بالبلاد كل البلاد من هونتو من قاعدين متصارعين ومتقاتلين ومتشاكسين ومتدخلوا في بعضاكم في السجون وفي التعذيب تعذيب رهيب تعرض له على تقدر الاشخم تعذيب رهيب تعذر عليه عكروم تبوديلات عبد الحميد غريس تخيل يكون كان عنده شهر أو كان عنده سنة كان هو رب وزارة الدفاع خاج قاية الأركان كان هو الأمين العام لوزارة الدفاع ومن بعد يتعرض لتعذيب شديد من طرف ديزاجي دانشيف أو من طرف سوليتنا أو ليتنا أو مجموعة حتى جنود جنرالات هددوا بالاختصار وقالوا نجيبوكم بناتكم ونساكم وقدامكم وما تقولوش ما داروهاش داروها في تسعينات وكان عشرات شهادات على هذه رانا أمام أرخص وأخبث وأسوأ وأبشع عصابة حاكمة في أي مكان في العالم ربما لا يتقارن معهم إلا السيسي وأمثاله جنرالات صحابهم كانوا أرباب عليهم حتى يعني هذا أبو عزة وسيني كان كان الجنرال اللي يسمع اسمه ركابيه تصفق مش فقط تهبطوه إلى رتبة جندي تعرض إلى تعذيب رهيب وبعضهم مباشرة يقولون له شوف تبقى ما تتكلمش إلى آخره نجيبو بناتك ونساك هنا ومرتك نجيبوها لكنا وقدامك تشوف رأينا أمام أعرر الناس ورايكين شهادات وما زال زيدوا تسمعوا شهادات ما زال اللي طال في طول عمره وتسمعوا شهادات على هذه المرحلة وماذا فعلوا في بعضهم البعض وأيضا ماذا يفعلون في شعب حيا الله أحرار جزائرنا مكان وحياهم الله في ورق لا وفي بشار وفي أدرار وفي المنيعة وفي عين صالح وفي تين زواطين وفي جامعة وفي تقرت وفي الواد وفي بسكرة وفي لغواط وفي غردايا وفي القرارة وفي بريان وفي كل مدن الصحراء ربي ثبتكم في المقاومة وفي المواجهة السلمية باش جيبوا حقوقكم اللي هي سامحوني العبارة اللي هي تقريبا الحيوانات وحصل عليها وهذه في الحقيقة رأي مخوانكم أيضا في أماكن أخرى رأي ربما فقط المدن الشاطئية شوية البحر يخفف من الكوارث لكن رأي كين مدن أخرى رأي مدن مثل سعيدة وعين الدفلة أو شلف أو باتنة أو قلمة أو المل بواقي أو خنش رأي لا تختلف رأي لا تختلف في بعض الحالات وإن كان طبعا الأوضاع في الصحراء كارثة بكل مقييس وبيكل معاني ومرة أخرى نوجه الخوتنا في كل مكان أن القضية قضية وحدة وحدة شعب ووحدة الوطن ووحدة الجيش عندنا ثلاث أشياء لازم نحافظوا عليهم تحت أي ظرف كان وحدة شعب وحدة الوطن بكل ما تعنيه وأيضا وحدة الجيش لأن في نهاية المطاف الجيش هو جيش هنا الجيش هو جيش الشعب صحيح اليوم رأي أسير عن سفهاء وعملاء وخوانة والوصوص ولكن في النهاية الجيش هو جيشنا وفي النهاية الشرطة والدرك إخواتنا حتى الذين يقمعون وحتى الذين يضربون وحتى هذه بداية الحال رح يكون لهم لما الشعب ينتصر يحاسبهم ويقف يعني لن نتراجع بإذن الله الشعب لن يتراجع على محاسبتهم لكن الشرطة ككل والدرك ككل والجيش ككل هذور أمخوتكم